مجددا صباح الخير لك العزيزينا المشاهدين وأكيد منعتذر عن الخطأ التقني اللي صار بالمؤدمة واليوم أيضا بإطار الاحتفال بموسم الخليقة وبهالاحتفال الذي من خلاله نعود إلى توحيد كل الجهود وإلى ثقافة الوعي حول هذا البيت المشترك الذي يجمعنا معا اليوم بهالإطار وحول هالموضوع وهالاحتفال لها السنة ومن بعد أكيد ما احتفلنا بيوم البيئة من حوالي الأسبوع اليوم نعود لنتأمل في هذا العنوان وفي هذا المشروع مع مجلس كنائس الشرق الأوسط حول موسم الخليقة بهالإطار بشرفني وبيصدني نكون عم بستضيف بها الفكرة الأب الدكتور أونتوان الأحمر وهو مدير دائرة الشؤون اللاهوتية والعلاقات المسكنية بمجلس كنائس الشرق الأوسط وأيضا من أعضاء اللجنة التوجهية لموسم الخليقة هاللجنة العالمية صباح الخير أبونا سباح الخير أهلا وسهلا فيك بير أونتوان يعني لما نحكي هيك شوي عن نبلش بهالعنوان موسم الخليقة وكأن كل هذه الخليقة في حالة تمجيد لله ولكن دائما الإنسان هو المحطة خليني أقول هيك يمكن الأبشع بهالصورة لأن الله خلقه وخلقه حسنا جدا للإنسان ولكن بفعله تحول كل شيء فكانت كل هالرسائل وخصوصا رسالة أداة البابا لو داتو سي حول العناية بها البيت المشترك وكانت انطلقت كمان موسم الخليقة خلينا نتعرف بالأول هيك بلمحة تاريخية كيف انطلق موسم الخليقة وشو هو اليوم هذا الموسم يعني بداية ذا مثل ما بلاش تقول انه هل عملتها المقابلة يعني السورة متناقضة ما بين ما أراده الخالق والحالة اليوم بسبب الإنسان أكيد يعني انطلت الإنسان مفترض يكون أجمل هي هو قمة ما خلقه الله يعني وضعه بالأرض لكي يعتني بها لكي يحافظ عليها للأسف الحالة اليو وصلنا اليوم أكيد الإنسان له الدور الأكبر المسؤولية الأكبر نظرا لهالواقع هيدا الأليم جدا بعد نحكي عنه يعني لدرجة أنه في نوع من اليأس الشيء اللي عرفنا من الأرض والخليقة والمناخ والنهر والماء والكل شيء والبحار يمكن إجابات أنه راح بلى رجع هيدا الشيء الشيء اللي عم تنعم فيه ممكن ما بقى نتنعم فيه نحن حتى بجيلنا أو الأجيال القادمة في حالة يأس لكن نرجع من القول نحن تقول أنه أملنا بأله والخالق مشان هيك طلقت حركات كتير ضمن الكنيسة يعني الكنيسة والمؤمنين بالمسيح يعني كل الكنائس عم يجتمعوا عم يتكاتفوا عم يلتقوا عم يتلاقوا لحتى شو شو بنا نعمل بعدت على عدة مستويات وبعدت مناسبات أم نحكي كمان عن القب 28 28 بلسير في دوباي لكن في شيء هلأ تسألني سؤال موسم الخليقة موسم الخليقة هو موسم موسم يعني محدد أتمنى أن يضل كل السنة الواعي لكن هو شو شهر شهر تقريبا بيبدأ بواحد أيلول بكل سنة ويختم بأربعة تشرين الأول واحد أيلول هو يوم الخليقة أو عيد الخليقة أو يوم الصلاة لأجل الخليقة أعلنوا بطرق المسكوني ديمتريوس الأول سنة 1989 عند الأورتودوكس شوي شوي الفكرة تقاططة كنيسة عديدة بأوروبا يعني اتباعا لحد البابا فرانسيس يلي زكرت أصدر الرسالة الشهيرة لو داتو سي ليكن مسبحا في مسألة العناية في وجوب العناية ببيتنا المشترك سنة 2015 تبنى هالشي هيدا قال كمان نحنا ككنيسة كاتوليكية بالعالم وهلأ حاليا من بضع سنوات تقريبا كل الكنيس بالعالم متفقى أنه هالموسم هيدا بتتلقى سوا بتصلي صلاة طوبة حملات توعية وكمان عمليا يعني بتقوم بعمال مش بس مبادرات عملية يعني بتقوم بحملات حملات ضغط حملات مناصرة تجاه الحكومات تجاه المنتديات العالمية يعني هالموضوع هو فينا نقول اليوم هو وحدة مسكنية هو ضمن هيك يمكن ما يجمع الكنيس من مختلف في كتير أمور ما عم نقدر ننجمع صح فيها ففينا نقول هذا البيت المشترك هذه البيئة هي نعمة لا ترشع تجمعنا ضمن الإطار الكنيسي كمؤمنين بالمسيح مثل ما ذكرت ليك المسكنية أو وحدة المسكنية هدفها الوحدة الكنائس وحدة الكنيسة المنظورة الكنيسة واحدة بيرأسه على المسيح بيرأسه على المسيح بيوعده لكن على الأرض ظهريا مقصومي الوحدة هي دي بتقول أنت أنه إذا بنا نتوقف على الأمور العقائدية أو التنظيمية هذه ممنوز يمكن تفرقنا أكتر في العمل سوا لقضايا مشتركة من ضمن أشياء كنسية وروحية كمان والخدمة الاجتماعية وكل مهدد هذا الشيء بتقوم في المنظمات المسكنية مثلا على سعيد المثال مجلس كنسية الأوصل وهدفه أنه الشيء اللي بقدر تقدر تقوم في كل كنيسة لوحدة إذا أمنا في سوا معانا هذا بيقربنا أكتر للوحدة هذه المعية ايه التو جاذر نز ازاكي وبتظهر العام نحنا كمان يعني واحد والسير معا تعرفوا بالكنيسة الكاتوليكية السينودوسية السير معا بيخلينا نتقرب من بعضنا هلأ شو في أكتر من قضية شو في أكتر قضية مشتركة من العناي ببيتنا المشترك هيدا بسميه البابا بفرانسيس بيتنا المشترك وهون بحب أكيد بفيش وقت نحكي عنه مش بس مسألة مسكنية بتقرب من نسحين من بعضهم بتقرب كل المؤمنين بالعالم إلى المنتمين إلى مختلف الديانات من بعضهم هذا الشيء يعني قضية الإنسان هو يعني هذا المحور في هذه البيئة المتغيرة قضية قضية حياتنا مستقبلنا ومستقبل شبابنا وكي بنا نعيش ووضية عدالة كرميل هكي بدنا نفوت يمكن هكي بهالعنوان اللي أخدتوا لها الموسم المقبلين عليه لأفام 23 ليتضفق العدل والسلام وعطيته صورة كتير حلوة هي هذا النهر العظيم ومن سفر عموس بالكتاب المقدس خلينا نشوفك يعني ما بين هذا العدل وهذا السلام وهذه الدعوة اليوم إلى هذا النهر الجارف كيفك هالصورة اليوم حاولتوا تكونوا عم بتجسدوا بالحاجة لأنه هالعنوان هو صرخة نبوية كمان اليوم من عالمنا وكيفك اخترتوا هالعنوان كل سنة في عادي صار أنه اللجنة التوجهية ستيرين كوميتي للموسم الخليقة يلي بتضم مسيلي عن مختلف الكنائس والمنظمات يعني زبدك المسكنية مثل المجلس الكنائس العالمي الأكت ألايانس لوداتوسي حركة لوداتوسي باتيكون كل سنة مختار هيك الشعار رمز أكيد نستلهم منه وبيضوي على أمر معين هلأ السنة كان السنة الماضية كان رمز اللايقة المشاعر التي لا تحترق السنة صورة النهر النهر العظيم لك لش لش كلمة عظيم والشعار هو ليتدفق العدل وسنة هي ما أخودي من عموس عموس بيقول بأربعة خمسة عشي بول ليجري العدل كالمياه هو الصدق كنهر لا ينقطع لأنه نضوع على مسألة هلأ البعض من الناس مشاهدينا ويقولوا أنه الاهتمام بالبيئة نحن نقول خليقة كما أمنين الاهتمام بالبيئة أنه اهتم بالأرض وبالهوا وبالماء وبالحرارة التغيير المناخي صحيح هذه ضروريات بس هذه مش هدف بحد ذاته الهدف الأبعد هو العدالة لأنه من هالأمور هذه يلي مش هم نهتم فيها أعطيت لأننا نحن خربطناها ونحن وهيدي تسببت بأضايا على القليلة على التغيير المناخي ارتفاع درجة الحرارة التلوس الهوى الماء هيدا عم تأثر على ناس عم يعيشوا وبالتالي عم تطلبوا بمبدأ العدالة هودا بدون نعيشوا في عدالة والسلام عدالة بالمجتمع بين فئة يمكن مرتاحة وعم تشتغل نقول بالصناعة أو بالتجارة بس وفئة عم تشغل بالزراعة بدستفيد مباشرة من هالمياه من هالمصاد الموارد الطبيعية الغير بالهووسة التوزيع غير عادل وخاصة بين الدول بين الدول يلي أكتر شي بتعيش من الصناعة والوقود الأحفوري والإنتاج الفترول وعلى صعيد عالمي جلوبل بين دول الشمال ودول الشنوب في دول فئيرة وأكتر هشاشة يعني ضعيفة عم عم تفقد موارد رزق عم تفقد حتى مكان لما لما بسير في صحرة بصلا كيف بدوا يعيشوا لما بيكون في نهر وموجود موجود النهر كيف بدوا يعيشوا هلو نرجع فوت مبدأ العدالة العدالة الخليقة المتنوعة بكل هيك بكل أبعادة بكل وإلى عدة جوانب في عدالة أكيد مع الخالق لأنه هو العدل وعطان هو جاي تكون صادقين معه العدل والصدق والسلام تكون بعدل مع الأرض وسلام تكون فيه سلام على الأرض ومع الأرض ونكون فيه عدل بين كل الناس ومن هون بيجي أنه الكنيسة والكنيسة يعني كل الكنيسة من كل مسيحيين بيطالبوا بأعلى صوتهم يعني أنهنا اليوم عم نحضر بيان مشترك لكل كنيس الشهر الأوسط لنرفعه بصوت واحد لمنتدى الأطراف طبعا الأمم التحدي بسموه COP28 وديسير بدباي طبعا إذا أعلى مستوى للاجتماعات الدولية بيطرح مسئلة المناخ كل سنة بسنة بدباي سنة الماضية كمان كم شهر مش شاخ يعني بمصر بمنطقتنا بنرفع الصوت نطالب بأمور باسم الخالق باسم إيمان باسم العدل باسم السلام باسم المحبة لها الأول وشان هيك هالموضوع هيدا كتير يعني أنه ليتضفق العدل وليتضفق هذه الكلمة أنه بدي يبشي بقوة ليه لأنه إذا المبادرات الفردية لأبعض بفكره أنه أوكي منزرع شجرة من هون مننظف هون هيكي حلوين هودة عم التوعية حملة التوعية بسهدا ما بيكف المبادرات الفردية صوت جامع وقوي مشين هيك النهر العظيم النهر العظيم يسمي الذي لا يجف الذي آه الذي لا ينقطع وهدي من من بدي أقولها مصبوط من أشعية وين شو أشعية بقول إيه الصدق عموس الصدق نهر لا ينقطع لا ينقطع بعدين في مسألة الصورة هايدي النهر تيكون قوي بده يتكون من روافل عديدي وينبي عديدي هون مسألة إنه إذا لأنه مسألة كبيرة وتهمنا كلنا سوا إذا اشتغلنا معا مع بعضنا كلنا سوا يستطيع هذا من قدر من قدر نوصل من قدر نتشكل نهر عظيم بس قدر اليوم يعني من شوف يمكن اليوم بيان عم يطلع من مجلس كنيس الشرق أوسط أو من مجلس كنيس العالمي إلى ما هنالك بس قدر اليوم يلاقي هذا الصدق لدى المؤتمنين وينما عم نحكي عن مؤسسات عن دول عظمى هي اليوم بييدة القرار وبإيدة كل هالمسائل البيئية يعني اليوم مسألة إمبلي نووية وتخصيب اليورانيوم وكل هذي يعني اليوم اللي قدرين كمان يكونوا عم يعملوا فتك للبشرية ولكل هالأثار الدايمية اللي ممكن تخلقها على وجه الأرض قدى اليوم هيدا الصوت قدر يهزلن ضميرن وهل يعني اليوم انه بعتقد هيدا الوسيلة الوحيدة اليوم لدى الكنيسة بإنها ترجع توعي هالضمير بس إنه ما وصلنا لمرحلة لازم يمكن هيك شوية نغير ليك بمنظور بشري ممكن يكون عنا نوع من اليأس والأحباط لا سمح الله نظرنا الحالة التغير المناخي والأعصرار اللي عبد تسير وكل هال كل هالكوارث الطبيعية ومن ناحية تاني الدول على القليل اللامبالات عندها مش عبتتطلع يعني شوية في حكومات بعض الحكومات وإذا رحنا لأكتر المصالح الاقتصادية اكيد اقتصادية وسياسية الانتخابات هالأمور هالأمور كل هالأمور بتعرف اللي ناس بيعرفوا مثلا لمسائل اقتصادية او مصالح خاصة بعض الدول الكبيرة انسحبت من التزامات اللي قررت بالكوب 20 كوب 20 الشهير يصار بباريس اخذوا التزامات انه يخففوا يخفضوا الانبعاثات الحرارية بأمور عديدة انسحبوا من الالو لكن خلي اوشي انا كمؤمن وهيدا صورة النهر العظيم ايمان انه الله كده بده اولى من اشعية كمان حطينا مثل الشعار انه بقول اشعية هانا صانع جديدا اي كده الله بقول عسين اشعية فينشأ الان الله لم تكلم ينشأ الان في الصحراء اشك طريقا وفي القفر اجري الانهار القفر ما في ماء الله حيث لا حيات يعطي حيات حيات وصارت بالتاريخ هو الخالق القادر على كل شيء اول شيء شنه نحنا منصلي نعمل عمل توبي لكن في مسألة تانية حتى اذا بدك بالمنظور اذا طلعنا اكتر اكتر المنظور باش اذا ادقنا اكتر اكتر هالمنتديات العالمية اللي صارت كل واحد يهموا مصلحتو وما كان فيه اصغاء او استجابة للمطالبة الدول الفقيرة بما يسمى التعويضات damage and loss تعويضات لانه هايدي تضررت الاضرار كبيرة بتأثير من ممارسات او طريقة عيش الدول الغنية الدول المستعمرة لكن اشتغلوا مدة 30 سنة مع بعضهم لما وحدوا جهودهم بحكيك الدول الجنوب دول العالم الجنوبي قدروا حصلوا على التزامات باخر منتدى بيصار بشار مشايخ وهي دا ما تعطينوا انحنا بتعرف الدليل اللي اصدرني بحب كل الناس يطلعوا دليل الاحتفال بموسم الخليقة متوفر على موقع الالكتروني دعا مجلس الكنيسة الأوسط mcc.org وعند كل مواقع يعني في ينزلو وشوفوا كيف الدول لأنه تضافر الجهود مع والكنيسة الكنيس دعا انا ما بحب بقول دائما الكنيسة بس هو مجموعة الكنيس بس يجتمعوا وبيعط بيقول يعني بيرفع الصوت واحد في تأثير على المنتجيسة لأنه حتى الأمم المتحدة أقر تقر وهذا شي واقع إنه إذا نحن بنا يكون في فعالية ل ندائتنا ولمقرراتنا حتى يلتزموا فيها كل الناس المؤسسات دعا نقول أو المنظمات الدينية يعني الديانات ضمن المسيحية لهم تأثير لأنه الإنسان المؤمن بيسمع من رئيسه من المسؤول عنه من الملهم أبونا أنتوان اليوم هيك تنكون عم نختم ببعض الأفكار اللي طرحتوها للاحتفال بموسم الخليقة على بعض المبادرات اللي هيك بترجع إلى هذه الأصالة بالروحانية البيئية اللي حطيتوها والالتزام بمسؤوليتنا كوكلاء على الخليقة ومتابعتها شو أبرز يمكن هيك اليوم هذه الأفكار اللي ممكن بتاخد بعد عملين اليوم أكيد إلى جانب الصلاة والتوعية والمناصرة بالوع نحنا السنتين الماضيين ماضيتين يعني نفذنا مشروع مشروع متواضع بالبداية كان هو مشروع بما خص بالبيعة البيئة الخليقة التوعية والاحتفال بموسم الخليقة كان متواضع يعني امنا ببعض عم بحكي مجلس كالنشر الأوسط امنا ببعض المبادرات تشجيع هيك حملات تشجير حملات نظافة حملات بعدين على بوسائل الإعلام كلا لا يدخل ضمن هالعمل عمقوم يعني تنمير الناس وتوعية ببعض المنشورات لكن خاصة بموسم الخليقة اللي هو الشهر بين 1 أيلول 24 الأول عيد مار فانسيس أنا سيت إلاك كمان لأنه بيكون عيد مار فانسيس ملهم كتير يلي بيتهتم بمثال البيئة أو الخليقة امنا بأو شي ترجمة الدليل والصلوات بفيه صلة مسكنية صليا وهيك شجعنا أنه يصير في احتفال نحنا صعيدنا منطقة شر الأوسط بلبنان لأنه مكتبنا بلبنان امنا بتنظيم احتفالات البداية والختام في السن الماضي في السن كان الختام ببكركي ترقصه غبطة البطارك الماروني بمشاركة كل الكنائس البطاركي والسافي السنة اللي عملنا كمان مشروع على سنتين بناء على نجاحات السن الماضي حبان نكون أطول ومشاري أكتر وكل العواصم المنطقة لكن في شي كمان مميز بدنا ننظم مؤتمر سيمبوزيوم عن لهوت الخليقة مع رابطة كليات ومع هذه لهوت شر الأوسط الأتيمة لأنه تعرف أنت ضيد عن البيئة والشي اللي لازم نعمله وتوعية وتنبيع الأضرار سيمبوزيوم 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 ومع هذه المؤتمرات تحدث كثيرا نحن كمنظمة مؤسسة كنسية ومع الأتيمة اللي هي كليات لهوت بدنا نفكر لهوت بيئة بدنا ننبش بدنا ننجح نتذكر شو فيه بتقاليدنا الشرقية عند الأباء بالليتورجية بروحانيتنا بصلاوات بتقوسنا شو فيه أشياء تتعلق بالخليقة نحن من مجد الله مع الخليقة يكون فيه لهوت هل المؤتمر سيكون بأربعة وخمسة تشرين الأول يعني سيكون ختام موسم الخليقة أكيد بعد مجال نحكي عنه أكيد هالمؤتمر هذا أكيد بلبنان بجامعة الكاسليك وبجامعة اليسوعية بده أكيد مشاركة كل كليات ومعهد الأوسط مختلف المنظمات والمؤسسات يعني الانجي او غير الحكومية بالبيئة وغير البيئة حتى كمان شوف كيف هذا تشبيك اللي بيقدر يعطي أكتر هذا تشبيك و مناصرة صح وأكيد عنا نستدعي ناس أخصائيين الليهوت كفكر نحن كفكر وإن شاء الله بيطلع من المؤررات نوع من مقرر مشترك بين كلية الليهوت ومعهد الليهوت عن الليهوت الخليق وبهالمؤتمر إذا الله وفقنا بدنا نطلق ستيتمنت يلي بتلك عنه البيان يلي بدي يمضوه كل رؤسة الكنائز في الأوسط لنرفعه لمنتد الكوب 28 يلي بد يكون بعد شهر يعني من تاريخه بآخر تشرين الثاني أول كنون الأول بضباي نعم الأب أنتوان الأحمر أنا بدأ أشكرك اليوم على هالإضاءة هك دخلتنا في موسم هذه الخليقة وأعدت يمكن هك إلى أذهلنا اليوم هذا الوعي حول هذا الموضوع والعناية ببيتنا المشترك لأننا كنا كلنا شعب الله المهتم بهذا البيت وبهذه الخليقة وعلى أمل كل الجهود اللي عم تؤموا فيها أكيد تكون عم تعطي الثمر لما فيه خير الشامس شكرا بمساهمتكم أنتو وسهلوا سهلا على أمل اللقاء وأكيد تنحكي كمان عن المؤتمر أكتر فيما معكم عزينا المشاهدين بريك وأكيد من بعدهم كافين سوا خليكم معكم